مستر كولا رابشموندس في كلامه للعيبة ان انا عندي مرحلة جاية مضغوطة جدا هسحتاج كل اللعيبة وهد الفرص للكل يبقى الكلام على اللعيبة بقى كل اللي تجيله الفرصة يتبت اصلي كلمة يتبت مفيش لعيب الا اللي بيقصر او المهم او اللي مجريش او اللي مالتزمش هو ده اللي يقوله انت ما تبتتش لكن اللعيب حاول يعمل كل ده وموفقش حنتعمل واخد بالك المهم يركز وينفز المهم يعرف انك خدت فرصة وموفقش او خدت فرصة وما كنتش حريص انك تلتزم زي ما تقالك اللي مش حيلتزم زي ما تقاله مرة في التانية التالتة اعتقد مش هياخد فرص انما اللي بيحاولوا ومش موفقين له معيار تاني في الحساب عشان كده انا بقول خلينا خفاف على ناشئيننا شوي لان دي مسألة خبرات حيتحسنوا ولو تحسنوا حنشوف لعيبة هايلا هو مع الخبرة هياخد ثقة كمان هيبقى لعيبة هايلا مفيش حد ابتدى لا الكابتن عبدالله الصعيد ولا الكابتن عمرو الصليا ولا الكابتن أفشا ولا الكابتن الكبار محدش ابتدى زي ما بتشوفه النهاردة كده لا هو كل واحد منه خد وقته خد خبراته وعرف ينزب مجمودي وعرف انه هو مطلوب ايه منه في الملعب انما الناشئ ده بيبقى نازل عايز يعمل كل حاجة فاحيانا يخطئ واخد بالك عشان عايز يزمي تجود وفاكر انه مش هتيجي تاني لا هدوء وشجعوهم ووقفوا جنبهم كل اللعيبة اللي عندنا قولتي علي يا جماعة والله يصدقون اشتركوا في القناة